بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء 1-2 معنا في لغة الإشارة لهذا اليوم صالح العوجان في البداية أعزائي الطلبة دعونا نستذكر ما تم دراسته في الدرس السابق بسم الله وعلى بركة الله في الدرس السابق جولوجية المملكة العربية السعودية تطرقنا إلى الفكرة العامة وذكرنا بأنها تقع المملكة العربية السعودية ضمن الصفيحة العربية التي تضم كل من الدرع العربي والرف العربي الذي يحتوي على مخزون كبير من النفط والمياه بعد ذلك تطرقنا إلى حقائق جيولوجية بعد ذلك تطرقنا إلى تجربة استهلالية وذكرنا عملية أو بمعنى عملية تحديد أقسام الجزيرة العربية جيولوجية وذكرنا بنات قسم الجزيرة العربية جيولوجيا إلى كتلتين كبيرتين هما الدرع العربي والرف العربي بعد ذلك تطرقنا إلى الأهداف وتحديدا في صخور المملكة العربية السعودية وذكرنا بأن تقارن أو تقارن ما بين الدلع العربي والرفع العربي وصخورهما وتوضح أو توضحي أسباب تكون أو سبب تكون الحرات وانتشارها في الجزء الغربي من المملكة وتلخص أو تلخصي كيف تشكلت الكثبان الرملية وتميز أو تميزي بين السباخ الساحلية والسباخ الداخلية بعد ذلك تطرقنا إلى المتبخرات وذكرنا في مراجعة المفردات المتبخرات وذكرنا بأنها هي عبارة عن صخور رسوبية ترسب المعادن المكونة لها كيميائيا من خلال تبخر الماء وتركيز الأملح في المفردات الجديدة تطرقنا إلى الدلع العربي والرفع العربي وفي درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف على الحرات والكثبان الرملية والسباخ في الفكرة الرئيسة ذكرنا في درسنا السابق تقسم صخور المملكة العربية السعودية حسب نشأتها إلى عدة أقاليم من أكبرها الدرع العربي والرفع العربي في عملية الربع مع الحياة ذكرنا في درسنا السابق عند سفرك بالطائرة من الرياض إلى جدة تشاهد بعد الإقلاع بقليل من خلال نافذة الطائرة أن اللون السائد على الصخور هو اللون الفاتح هذا هو الرفع العربي وبعد نصف ساعة من الطيران تلاحظ حدوث تغير في ألوان الصخور حيث تصبح سوداء اللون مما يعني أن الطائرة تحلق فوق الدرع العربي بعد ذلك اتطرقنا إلى الأقاليم الجيولوجية المكونة للمملكة العربية السعودية وذكرنا بأنه يقسم الجيولوجيون المملكة إلى أربعة أقاليم جيولوجية بالنسبة لصخورها هي إقليم الدرع العربي أو صخور القاعدة وإقليم الرفع العربي والذي يعرف أيضا باسم الرصيف العربي وإقليم البحر الأحمر وإقليم الحرات وإضافة إلى هذه الأقاليم إقليمين مهمين هما إقليم الكثبان الرملية وإقليم السباخ تعرفنا في إقليم الدرع العربي بأنه يقع أغلب إقليم الدرع العربي في غربية المملكة العربية السعودية وهو ضيق الاتساع في الشمال والجنوب إذ إن عرضه في الشمال لا يتعدى 50 إلى 100 كيلو متر وفي الجنوب يراوح اتساعهما بين 200 و 250 كيلو مترا بينما يصل أقصى اتساع له في الوسط إلى نحو 700 كيلو متر أيضا في الدرع العربي ذكرنا بأنه تبلغ مساحة الدرع العربي في المملكة العربية السعودية حوالي 630 ألف كيلو متر مربع أي ما يزيد على 32% من مساحة المملكة العربية السعودية أيضا ذكرنا بأن الدرع أو إقليم الدرع العربي قد تعرض لدورات تكتونية وحركات بناء وهد متلاحقة ويعتقد بأن تكون الدرع العربي قد اكتمل خلال الفترة ما بين 550 إلى 1150 مليون سنة أي أن استقراره استغرق حوالي 600 مليون سنة أيضا في إقليم الدرع العربي ذكرنا بأنه ينكشف أوضح تماس بين صخور الدرع العربي وصخور الرف العربي الذي يقع إلى الشرق منه عند مدينة القويعية التي تقع إلى الغرب من العاصمة الرياض بحوالي 180 كيلو متر حيث تظهر صخور الرف الرسوبية الفاتحة اللون فوق صخور الدرع النارية والمتحولة الداكنة اللون أيضا ذكرنا في إقليم الدرع العربي أنه تشير الدراسات الجيولوجية إلى أن صخور الدرع العربي تكونت بسبب اندفاعات من كتل من صخور نارية جوفية وصخور سطحية بركانية وكذلك صخور رسوبية قديمة ثم تعرضت هذه الصخور لعمليات بنائية معقدة ليتحول بعضها إلى أنواع أخرى من الصخور تعرف بالصخور المتحولة أيضا في إقليم الدرع العربي أعزائي الطلبة ذكرنا بأنه الدرع العربي غني بثرواته الطبيعية المعدنية وخاصة الفرزية منها كالذهب والفضة والنحاس والقصدير والحديد وغيرها كما أنه غني بصخور البناء والزينة كالجرانيت والرخام وغيرها بعد ذلك تطرقنا في إقليم الدرع العربي ذكرنا بأنه يقسم الجيولوجيون الدرع العربي إلى ثمانية أقسام جيولوجية وهي عسير والحجاز ومديم وعفيف والرين أو البدع وجدة والدوادمي وحائل وهذا الشكل تطرقنا له يوضح مواقع أقاليم الدرع العربي أيضا في إقليم الدرع العربي ذكرنا عزائي الطلبة بأنه أقدم الصخور الجرانيت النيس والشست المنكشفة في الدرع العربي وتقى جنوب عفيف وشمال وادي الدواسر بعد ذلك تطرقنا إلى إقليم الرفع العربي أو ما يعرف بالرصيف العربي ذكرنا بأنه يقع إقليم الرفع العربي إلى الشرق والشمال والجنوب من الدرع العربي ويشكل نحو ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية وقاعدته إقليم الدرع العربي نفسه أيضا في الرفع العربي أعزائي الطلبة ذكرنا بأنه هو تتابع من الصخور الرسوبية التي ترسبت على اليابسة وفي المياه الضحلة وتمتد أعمار صخور الرفع العربي من العصر الكامبري إلى الفترة الحديث أي أن أعمارها أقل من 540 مليون سنة أيضا ذكرنا بأنها ميل الطبقات صخور الرفع العربي تجاه الشرق والشمال الشرقي والجنوب الشرقي أي بعيدا عن الدرع العربي أيضا ذكرنا بأنها تتكون الصخور الأقدم التي ترسبت خلال حقب الحياة القديمة من الحاجر الرملي والطفل والقليل من أحجار الجير والمتبخرات أما الصخور التي ترسبت في الحقب المتوسطة فتتعلف إجمالا من الحاجر الجيري الطفل وحجار الرمل ورمال السيليكا أيضا في الرفع العربي أعزائي الطلبة ذكرنا فيما تتكون صخور حقب الحياة الحديثة من أحجار الرمل وغرين وأحجار الجير وقد تكون النفط في الطبقات الرسوبي الغنية بالمواد العضوية وذلك بفعل الضغط والحرارة الواقعين على الرواسب المطمورة إضافة إلى النفط من زيت وغاز تحتوي طبقات الصخور المسامية في الرفع العربي على خزنات مهمة للمياه الجوفية أيضا ذكرنا بأن الرفع العربي غني بثرواته الطبيعية وخاصة اللافلزية منها كالفوسفات والبوكسايت والكاولينيت والأملاح والجبس بالإضافة إلى النفط وغيرها في درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة يتبع أيضا للأقاليم الجيولوجية في المملكة المكونة للمملكة العربية السعودية ولكن في البداية دعونا نتساءل سؤال للتفقير ماذا تعرف عن السباخ إذن في البداية من الأقاليم الجيولوجية المكونة للمملكة العربية السعودية بعدما تعرفنا على إقليم الدرع العربي وإقليم الرفع العربي دعونا اليوم نكمل أو نتعرف على ثالثا إقليم البحر الأحمر هو عبارة عن حوض طولي يتجه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وهو حديث العمر الجيولوجيا تكون قبل ثلاثين مليون سنة كما هو واضح معنا في الشكل سبعة ستة البحر الأحمر ويتضح على جانبيه الدرع العربي والدرع النوبي نلاحظ هنا الدرع العربي وهنا الدرع النوبي الدرع العربي وعلى يساره الدرع النوبي عندما أدى حدوث الصدع الإفريقي العظيم إلى انفصال الصفيحة العربية عن الصفيحة الإفريقية وتكون أخدود البحر الأحمر ظهرت لدينا هنا سلسلة من الأحواض الرسوبية على امتداد الساحل الشرقي للبحر الأحمر نلاحظ هنا الساحل الشرقي للبحر الأحمر وأيضا نلاحظ عملية الإبتعاد هنا حركة الصفيحة العربية مبتعدة عن الصفيحة الأفريقية وينحصر إقليم البحر الأحمر بين ساحل البحر الأحمر غربا والمرتفعات الغربية أي بمعنى جبال السروات شرقا ويتكون من عدد من أحواض الترسيب المختلفة وكذلك صخور عبارة عن مدملكات أي بمعنى كانجلوميرات وأحجار رملية وطفل وأحجار جيرية إضافة إلى ذلك صخور شعاب مرجانية ومتبخرات أي أملاح وقباب ملحية يصل سمك هذه الصخور إلى حوالي خمسة آلاف متر وأبرز ثرواته الطبيعية هي الأملاح والمعادن وكذلك النفط هذا ما يتعلق بإقليم البحر الأحمر بعد ذلك دعونا أعزائي الطلبة نتعرف على رابعا إقليم الحرات الحرات أعزائي الطلبة ومفردها حرة هي عبارة عن طفوح هذه الطفوح بازلتية تكونت من حمم الصخور البركانية المنصهرة التي تدفقت من باطن الأرض إلى سطحها من خلال شقوق وصدوع وكذلك فوهات بركانية نتيجة نشاطات حركية وزلزالية ويطلق مسمى الحر على البراكين من مخاريط وفوهات وعلى مخرجاتها من الصخور والتي تكون اللابة والرماد وغيرها أيضا أعزائي الطلبة تعد الحرات معالم طوبغرافية متميزة حيث يمكن للمسافر برا من منطقة القصيم ومنطقة حائل إلى المدينة المنورة أن يرى بوضوح حجارة البازلت السوداء التي تغطيها وقد تكونت الحرات في أراضي المملكة العربية السعودية خلال فترة تتراوح ما بين خمسة ملايين سنة وثلاثين مليون سنة وذلك نتيجة التدفقات البركانية التي صاحبت انشقاق أخدود البحر الأحمر أيضا في إقليم الحرات أعزائي الطلبة حيث تنتشر معظم الحرات في الجزء الغربي من المملكة بمعنى نلاحظ هنا ما يعرف به الدرع العربي أو منطقة الدرع العربي ويتكون معظمها من صخور البازلت وتكون صخورها فوق صخور الدرع العربي وهي تمتد بشكل رئيس من جنوب المملكة إلى شمالها ويبلغ إجمالي مساحة المملكة حوالي تسعين ألف كيلو متر مربع تمثل حوالي أربع فاصل ستة بالمئة من مساحة المملكة أيضا في إقليم الحرات أعزائي الطلبة حيث تقع جميع الحرات في الجانب الغربي من المملكة عدى حرة الهتيمة إذ تقع في الوسط في منطقة حائل وأكبر حرات الإقليم هي حرة رهاط التي تبلغ مساحتها حوالي عشرين ألف كيلو متر مربع وأصغرها حرة طفيل التي تبلغ مساحتها حوالي ثمانين كيلو مترا مربعا وتعد حرة سرات عبيدة في منطقة عسير أقدم حرات المملكة إذ يتراوح عمرها ما بين خمسة وعشرين وثلاثين مليون سنة تبلغ مساحتها حوالي سبعمائة كيلو متر مربع كما هو واضح معنا في الشكل ثمانية ستة خريطة تبين مواقع بعض الحرات في المملكة العربية السعودية حيث يوضح لنا اللون الأحمر حرات حقها بالحياة الحديثة بينما بالنسبة للون الأبيض عبارة عن صخور القاعدة أو ما يعرف بالدرع العربي أيضا في إقليم الحرات أعزائي الطلبة أما البراكين التي هي السبب في الغالب في نشأة الحرات فأشهرها وأحدثها بركان المدينة المنورة وتحديدا جبل المنساة الذي ثار سنة ستمائة وأربعة وخمسين للهجرة هي ألف ومئتين وستة وخمسين ميلادية وكاد أن يصل فيضه إلى الحرم المدني كما أن من فوهات البراكين النادرة براكين الأبيض والبيضاء والمنسف وهي براكين نادرة صخورها بيضاء اللون تتكون من صخور بركانية حمضية تعرف به الكوموندايت خامسا أعزائي الطلبة دعونا نتعرف سويا على إقليم الكثبان الرملية في هذا الإقليم أعزائي الطلبة يعرف الرمل جيولوجيا بأنه حبيبات يتراوح قطرها ما بين 0.06% من المليمترين بغض النظر عن مكوناتها أو ألوانها ويتدرج حجم حبيبات الرمل من الخشن إلى الناعم وأخشن منها الحصى وأنعم منها الغرين أي الطين وتتكون معظم الرمال من حبيبات كوارتز أو ملح أو جير أو كسارة أصداف أو رماد بركاني أو نيازك أو مواد أحرقتها النيازك أو معادن ثقيلة كالزركن والحديد والتيتانيوم أيضا في إقليم الكثبان الرملية أعزائي الطلبة وإذ التحمت حبيبات الرمل ببعضها كونت ما يعرف بأحجار الرمل وأصل الرمال أنها ناتجة من تعرض صخور قديمة تشمل صخورا نارية جوفية وبركانية سطحية وصخورا رسوبية ومتحولة وبقايا عضوية لعوامل التهارية المختلفة ثم نقلت وترسبت بواسطة شبكة من الأنهار الجارية خلال الفترات المطيرة وفي فترات الجفاف تعرضت تلك الرواسب وعملت الرياح على نقلها وترسيبها على هيئة كثبان رملية أما ألوان الرمال فمتنوعة منها الأبيض والأصفر والأحمر والأسود وذلك حسب ألوان مكونات مصادرها المعدنية والعضوية وتتشكل الكثبان الرملية أعزائي الطلبة وتشكل الكثبان الرملية وحدة جيولوجية وجيومورفولوجية متميزة في إقليمي الرف العربي والدرع العربي وهي تغطي نحو 635 ألف كيلو متر مربع أي نحو 33% من مساحة المملكة وأكبر بحار الرمال مساحة في المملكة هو أحسنتم الربع الخالي الذي تبلغ مساحته نحو 430 ألف كيلو متر مربع يليه النفوط بمساحة تبلغ حوالي 65 ألف كيلو متر مربع ثم الدهناء ومساحتها تقارب 45 ألف كيلو متر مربع ثم الجافورة ومساحتها 32 ألف كيلو متر مربع ثم نفوذ المظهور الذي تبلغ مساحة 11 ألف كيلو متر مربع وأخيراً صحراء البيضاء التي تبلغ مساحتها 9 ألاف كيلو متر مربع وهناك تجمعات كثبان رمال أصغر مساحة في مختلف مناطق الرف العربي والدرع العربي كما هو واضح معنا في الشكل 9-6 الكثبان الرملية التي تغطي جزءاً من الدرع العربي والرف العربي بعد ذلك أعزائي الطلبة سادساً دعونا نتعرف على إقليم السباخ في هذا الإقليم السباخ جمع سبخة وهي عبارة عن أرض مستوية عادة ما تقع بين الصحراء والبحر أو ربما كانت فيما سبق بحراً أو بحيرة ملحية ويتميز سطحها بوجود ترسبات ملحية وجبسية وترسبات لكربونات الكالسوم وكذلك رواسب جلبتها الرياح والمد المائي وكذلك المياه الجوفية القريبة من السطح وقد تحتوي على الماء بقل لطور تكونها وبعضها ممالح تستخرج منها الأملاح مختلف الأغرى كما هو واضح معنا في الشكل 10-6 الموقع الجغرافي لبعض السباخ في المملكة العربية السعودية نلاحظ هنا بعض هذه المواقع باللون الأزرق تتضح لنا والسباخ نوعان ساحلية قريبة من البحار ومحاذية لها وداخلية حيث القيعان عديمة نفاذية كتلك التي في فوهات البراكين الواسعة وبين قطبان الرمال وأكبر السباخية سبخة أم السميم التي تقع جنوب شرقي الربع الخالي بين حدود المملكة وعومان وتبلغ مساحتها 3500 كيلو متر مربع ثم سبخة مضي ومساحتها حوالي 3300 كيلو متر مربع وأصغرها سبخة قاع قصيباء في شمال القصي أيضا من السباخ الداخلية المعروفة أعزائي الطلبة سبخة حضوضاء في منطقة الجوف مساحتها 540 كيلو متر مربع والعديد من السباخ الواقعة بين الكثبان الرملية للربع الخالي وتبلغ المساحة الكلية للسباخ الرئيسة أكثر من 11000 كيلو متر مربع في تقويم الختام لهذا اليوم أعزائي الطلبة اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي هو عبارة عن حوض طولي يتجه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي حديث العمر جيولوجيا تكون قبل 30 مليون سنة هل هو إقليم الرف العربي؟ أم إقليم البحر الأحمر؟ أم إقليم الحرات؟ أم إقليم السباخ؟ أحسنتم بارك الله فيكم هو إقليم البحر الأحمر رقم 2 اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي هي أرض مستوية عادة ما تقع بين الصحراء والبحر أو ربما كانت فيما سبق بحرا أو بحيرة ملحية ويتميز سطحها بوجود ترسبات ملحية وجبسية وترسبات لكربونات الكالسيوم هل هو إقليم الرف العربي؟ أم إقليم الدرع العربي؟ أم إقليم الحرات؟ أم إقليم السباخ؟ أحسنتم بارك الله فيكم الجواب هو إقليم السباخ في الخلاصة تعرفنا على إقليم البحر الأحمر وإقليم الحرات وإقليم الكثبان الرملية وإقليم السباخ شكرا لكم أعزائي الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته